أعزائي المشاهدين في كل مكان أهلا بكم النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا جدا لكل أمهاتنا وكل أبهاتنا وكل كبار السن حنتكلم فيها عن مرض شائع جدا وهو خشونة الرجبة والتهاب المفاصل طبعا هو منتشر جدا بين كبار السن وبين الشباب النهاردة معانا الدكتور ياسر شكوير بنرحب به أهلا بحضرتك خليني أقدم حضرتك للجمهور حضرتك استشاري التخزية العلاجية مجير مستشفى كبرتاج حلوان أهلا بحضرتك النهاردة هنتكلم عن منتج تمولي وتفاصيله وتركيباته حضرتك هتقول لنا بقى إيه التفاصيل هو منتج طبيعي من تركيبات طبيعية كلها بتبقى دايما التركيبات الطبيعية بتبقى بتتميز بأن هي آمنة وفعالة يعني على عكس التركيبات التانية اللي هي بتبقى كيميائية اللي بتبقى بتشتغل على الأعراض والالتهاب اللي موجود بس بيبقى في لها شوية أعراض جانبية دايما التركيبات الكيميائية بيبقى لها أعراض جانبية فاحنا كأطباء بنشوف التأثير العلاجي والتأثير الأعراض الجانبية وبنوزن بابلت نين إنما ميزة الأدوية أو المركبات اللي هي بتبقى كلها طبيعية 100% دي بفضل الله سبحانه وتعالى بتشتغل على الأعراض وعلى الحالة المرضية واللي هو في الغالب التهاب والتهاب مزمن غالبا في خشونة المفاصل من غير غالبا أعراض جانبية تذكر لأنه هو بيبقى تركيبته طبيعية متوأمة مع الجسم فبتشتغل على الحالة الالتهابية وبتشتغل على سبب المرض وبتشتغل على أعراض المرض خليني أسأل حضرتك عن محتوى المنتج وهل هو في مواد كيميائية فعلا ولا بدون مواد كيميائية اللي أنا عرفه طبعا أنه هو بدون أي مواد كيميائية وأنه هو محتوي على كالوزينيا وزيت نعنية وزيت الكينيا وزيت الكفور وزيت البابونج وكلها منتجات طبيعية جدا كلها منتجات طبيعية فعلا وبيبقى لها تأثيرات مختلفة أهم تأثير لها أنه هو مضاد للالتهاب وأنه هو كمان بيخلي الجسم يفرز مواد بتعمل ريلاكسيشن أو بتريح الجهاز العصبي واللي هو الجهاز العصبي العضلي لأن دايماً بتبقى مع أمراض الخشونة بيكون في ألام والتهابات في المفصل وبيبقى فيه رد جسم طبيعي إنه هو العضلات بتتقلص عشان تحدد حركة المفصل فهو فضل الله سبحانه وتعالى التركيبة بتبقى جميلة جداً لأن هي بيبقى فيها كذا تارجت أو بتعمل كذا مفعول أهمها مضاد للالتهاب بتعمل ريلاكسيشن للجهاز العصبي الهيكالي العضلات بتعمل كمان نوع من أنواع التخدير الموضعي الخفيف فده بيبقى مفيد جداً خصوصاً لما بيبقى المشكلة في بدايتها أو المشكلة بتزيد وبتقل فبيبقى فيه الألم بيزيد وبيقل فحتة التخدير الموضعي ده يعني خصوصاً لزيت المنتول والزيت النعناع لو أنت لو إحنا كلنا كده بتجربة بسيطة أن إحنا بناخد النعناع بيعمل تأثير تبريد خفيف على الجسم أو على الجلد أو على اللسان طبعاً النعناع مفيد جداً طب خليني أننا بس نبدأ مع بعض كده واحدة واحدة يعني هنتكلم مثلاً عن فايدة زيت النعناع لوحده في الكريم وبعدها هناخد زيت الكينيا يعني هنتكلم عن كل حاجة عشان الجمهور برضو معانا يستفيد طبعاً لزيت النعناع بيبقى له تأثير مضاد للالتهاب قوي جداً وبيبقى له تأثير اللي هو الكولينج إفكت أو اللي هو بيعمل نوع من أنواع التبريد الموضعي بيبقى سبب في التخدير الموضعي للألم وهو بيعمل نوع من أنواع مضاد للالتهاب أنه مش بيروح يشتغل بس على الجزئية اللي بتسبب العرض الالتهابي اللي هي بنسميها السيتوكينز أو المواد اللي بتروح تسبب الالتهاب هو ده بقى الفرق ما بين الحاجة الطبيعية والحاجة الكيميائية الحاجة الكيميائية تروح على المواد اللي بتعمل الالتهاب اللي بيسموها الميديتورز أو النواقل في الالتهاب المواد اللي بتتفرس في الالتهاب اللي بتروح تعمل الحمران واللي بتعمل الماء والأحمرار واللي هي الكرات الدم البيضة بتروح اللي هي اللي بيحصل في الالتهاب مش بس بتوقفها لأن لو قفتها بس يبقى احنا كده بنقل الجهاز المناعة لأن الالتهاب ده جزء من جهاز المناعة يعني لما الإنسان بيتعرض لأي مؤثر بيحصل الالتهاب ده جزء من جهاز المناعة لأنه بيزود الدم اللي رايح وبيزود الكرات الدم البيضة والحاجات اللي هتهاجم الميكروب إنما النعناع لأنه طبيعي مش بيروح يقلل فقط الالتهاب هو بيشتغل على تقليل الالتهاب وبيخلص الجسم من سبب الالتهاب يعني بيعمل detoxification بيخلص الجسم من السبب اللي أدى إلى الالتهاب وبيقلل من حدة الالتهاب فيبدأ الجسم يحصل له التقام تدريجي من غير السبب بتاع الالتهاب مع تخفيف الأعراض ومع التخدير الموضعي اللي هو بيبقى ناتج عن اللي هي الكولينج إفكت اللي بيحصل سطحي على الجلد من بره فده كلها تركيبة بتؤدي الغرض أو جزء من الخطة العلاجية لو فيه حد عنده خشونة يعني أنا بتقولش إن الكريم ده بيبقى الخط العلاجي الوحيد طب أنا عايزة أتسال حضرتك بدون قطع كلامك معلش إحنا بس يعني عايزة جزئية بس كده يعني مثلا دلوقتي لو حد رجله بتوجعه أو إيده بتوجعه أو رأته بتوجعه يعني كلهم برضو يعني هو بيعمل على أي مكان في الجسم بصي أول حضرتك هو مضاد دليل التهاب لما بيكون فيه مشكلة طبية في المفصل أو في الجهاز العضلي أو في الغضريف الجزئية دي طبعا أولا لازم تتشخص كويس جدا بيتعمل لها الفحوصات يعني ما فيش حاجة اسمها إن حد المفصل بتاعه يوجعه يحط الكريم وخلاص يعني أولا لازم يروح لدكتور يتشخص اللي عنده كويس جدا ويتعرف نوع المرض ده إيه؟ لأن على ضوء التشخيص وعلى ضوء وعلى ضوء الفحوصات بتتحط خطة علاجية متكاملة ممكن أو يبقى فيها أدوية كيميائية ممكن يبقى فيها نظام غذائي ممكن يبقى فيها الحاجات الموضعية اللي منها الكريم بتاعنا النهاردة ميزة دايما العلاج الموضعي إن هو زي ما بنقول كده إيه بيتحط على مكان المشكلة فبيبقى أسرع في الامتصاص أقرب للمكان اللي فيه التهاب وهو متضاف لي حاجات بده يزود نفاذية المواد للمكان اللي فيه التهاب هستأذن حضرتك هناخد مكالمة تليفونية من حد مجرب الكريم فمعينا أيوة معينا أستاذ سيد تفضل أيوة أبدا معاك تفضل أهلا بيك يا أستاذ سيد ممكن تحكي لنا تجربتك مع الكريم أنا والله كان باقي كتف كده بيوجعني وباقي كان بيوجعني إما دعانت منه الحمد لله يعني باقي تحضنه الحمد لله طب حضرتك كان عندك إيه بالزبط طب حضرتك قعدت قد إيه تستخدم الكريم طب يعني هو كده فيه مصدقية يعني عندنا المنتج إيه رأيك فيه كان فعال معاك بنسبة قد إيه اشتغل معاك بنسبة قد إيه نعم اشتغل معاك المنتج يعني كويس بنسبة قد إيه يعني حضرتك المنتج كان فعال معاك طب أعدت قد إيه تستخدم الكريم طب كويس دي نتيجة رائعة وهيلة جدا هو جاب بقى المنتج من نفسه ولا فيه دكتور وصفورة؟ هو حضرتك عرفت المنتج إزاي طيب؟ نعم حضرتك شفت المنتج على الشاشة ولا فيه؟ طيب آه 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 على التلفزيون شكراً لحضرتك وألف سلام عليك وحمد الله على سلامتك هو طبعاً يعني معظم الناس دايماً لما بيجي لها أي مشكلة ألم أو أي حاجة في أي جزء من الجسم هما دايماً تفكيرهم بيتوجه إن هما يستخدموا كريم أو حاجة موضعية طب هو الكريم بيستخدم معي؟ بعد المسكن يعني هما بياخدوا مسكن الأول وبعد كده ممكن أو ده أو ده أو الاتنين مع بعض هو الكريم يشتغل معها لأنه في فضل الله سبحانه وتعالى غالباً المشكلة اللي عنده مشكلة التهابية لأن هي الالتهاب ده بيبقى حالة مشتركة لمعظم الأمراض اللي بتيجي في المفاصل والعدلات والأوطار بس هو منتجنا طبعاً منتج طبيعي جداً ومش مسكن لا 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 خالص أنا مش قصدي اللي أنا بقوله إن النعناع له تأثير مخدر موضعي إن ده التأثير لا ده ده بالإضافة لأنه ده أنا قلت لحضرتك اللي هو أحسن من كده إن هو مضاد للالتهاب وبيؤدي إلى تخليص الجسم من سبب الالتهاب وطبعاً هو مسجل من وزارة الصحة ويعني مطابق لكل الموافقاتك يا سي دي لوحدها بقى جميلة جداً ليه لأنه إحنا أنا ده أنا قلت لحضرتك في البداية إن إحنا بنبص على الفاعلية وبنبص على الأمان ودول هيجوا من يعني من إيه بقى يعني ما هممكن أي حد يقولك مثلاً أنا هروح أجيب تركيبة طبيعية من عند العطار وحطها موضعياً بالضبط بس هي مش مضمونة إحنا منتجنا من وزارة الصحة ومرخص تركيز من وزارة الصحة بيبقى فيه رقابة أيوة وبيبقى المواد اللي متكون منها أنا قلت حضرتك فيه متكون من أكتر من المادة طب بنسب إيه ده بيبقى دي بقى الميزة أو الفايدة اللي بنقول إن هي مراقبة من وزارة الصحة ومرخص يبقى المواد محطوطة بنسب ما تتعرضش مع بعضها بل بالعكس مادة مع مادة لو محطوطة بنسبة مظبوطة دي تزود فعالية دي والعكس صحيح إنما يعني لأن المواد بتتفاعل صحيح اللي الناس مش عارفاها إنها ممكن يحط مادة على مادة حتى لو طبيعية ممكن يتفاعلوا مع بعض إذا ما اللي مش من تأثيرها ممكن يعملوا أعراض جانبية طبعا تعمل على طول صيد انفكشن على الجلد وتعمل إحمرار وتعمل إلتهابات وحساسية وحاجات زي كده بس اللي أنا أقصده إن علشان المنتج فيه أكتر من مادة لها تأثيرات مختلفة مضادة للإلتهاب ومسكنة للألام وبتعالج الجسم من أسباب الإلتهاب فده يعتبر مع إن هي من وزارة الصحة فهي آمنة خالية من أي شوائب بنسب مظبوطة متجربة وتحت تجربة خبرة وكمان نسا هو جربت المنتج معينة طبعا بس هي المشكلة الكبيرة اللي أنا دايما أنصح بها لساد المشاهدين إن هم ما يروحوش من نفسهم ياخدوا حاجة حتى ولو طبعا الحاجة الموضعية الميزة الكبيرة بتاعتها إن هي آمنة لأنها ما بتتخذش عن طريق الفم تروح للكبد وتعمل المشاكل الأعراض بتاعت المضادات الإلتهاب المعروفة المشاكل اللي بتعملها على المعدة والكبد والكليا وحاجات كتير الميزة الكبيرة في العلاج الموضعي غير إن هو بيروح بسرعة على المكان يعني اللي هو فيه المشكلة إن هو ما بيعملش أعراض جانبية تذكر ده حتى لو كان كيميائي ما بالك بأنه هو طبيعي بس برضو اللي أنا عايز أأكد عليه إن لازم يكون بوصف الطبيب هو اللي قاله المرض ده إيه واستخدم النوع العلاج ده وإن هو ما بيستخدمش لوحده علشان برضو يبقى فيه مصداقية في الكلام ده خط من خطوط العلاج لازم يبقى تحط خطة علاجية متكملة يعني ممكن يبقى فيه علاج مضاد للالتهاب فيه حاجات مثلا مضاد للحساسية عن طريق الفم بالإضافة لده يبقى كده هياخد الفايدة متكملة بدل ما ياخد فايدة جزئية أو تقعد فترة طويلة تمام طيب إحنا كده تكلمنا عن فايدة زيت النعناع أيها وكده فضل لنا زيت الكفور وزيت البابونج والزيت الكينة تمام زيت الكفور هو بيتميز بقى بأنه هو مضاد للالتهاب زيت الكفور ده جميل وإحنا قلنا زيت النعناع بيشتغل على الجلد على الجزء السطحي زيت الكفور بيشتغل ديب يعني في العمق بيعمل مضاد للالتهاب في العمق فده بيشتغل على جزء وده بيشتغل على جزء فهنا فيه زي ما بنقول شغل تأذوري ما بينهم بيساعدوا بعض وده مضاد للالتهاب ومشهور جدا زيت الكفور يعني بالتجربة أيها حتى في الأفلام من سنين لا من سنين هو مضاد للالتهاب قوي جدا بفضل الله سبحانه وتعالى وهو زيت النعناع بالإضافة بقى للمواد التانية فهو زي ما بنقول كده عوامل كلهم بيساعدوا بعض وبيكملوا زي بازل كده أجزاء بحيث أن بفضل الله سبحانه وتعالى التأثير يبقى واسع وأكتر يعني مدى ممكن من التأثير اللي هو الفايدة كمضاد للالتهاب وبسط للعضلات يعني حدثك بتقول الكاموميل الكاموميل ده اللي هو البابونج ده معروف أنه هو بيهد الأعصاب حتى لو بيتشرب كشاي هنا معمول بشكل موضعي بيروح يعمل ريلاكسيشن دايما للالتهاب العضلات والبابونج كمان ما هو البابونج هو الكاموميل يعني نفس الاسم هو بيعمل مضاد للالتهاب ومهدئ للتوتر العصبي والعضل فبيعمل حالة ريلاكسيشن علشان الألم لأنه دايما العضلات بتبقى مجدودة علشان تحدد حركة المفصل لأنه فيه التهاب برد فعل طبيعي من الجسم فبرضه بيحصل ريلاكسيشن بشكل مناسب يعني خلينا أستخدم لفظ مناسب لأنه لو حصل ريلاكسيشن أوفر عن طريق مادة كيميائية ريلاكسيشن زايد هنا هيعمل مشكلة طب أنا بس من جير قطع يا كلام حضرتك أنا عايزة أعرف كل الأعمار ممكن أن هي تستخدم الكريم مفيش أي حاجة أنه آمن جدا أو كونتر إنديكيشن إلا إذا حد جرب ولازم برضو نعمل قاعدة جميلة أنه إحنا لما نعمل أي حاجة دا كده ننجربها بكمية قليلة في الأول ليه؟ لأن أي حاجة حتى لو طبيعية ممكن أنا بكلم بالمصدقية أي حاجة حتى لو طبيعية ممكن الجسم معين يبقى حساس نحيطها فإحنا بنجرب الأول حتى لو طبيعي هو طبعا آمن جدا بفضل الله سبحانه وتعالى بس برضو بنجرب الأول بكمية قليلة لقينا أنه مفيش أي ريأكشن أو رد فعلي من الجسم بنستخدم في كل الأعمار والست حامل أو بتردع إلى أنه آمن بفضل الله سبحانه وتعالى طبيعي 100% هو في مادة بس ممكن نقول إن هي ممكن تتقال إن هي مش طبيعية اللي هو السليسيليك أسد أو حمض السليسيليت لو إحنا بقى دققنا كواس قوي هنلاقيها إن هي مستخرجة من شجرة السفصاف يعني أصلها أساسا طبيعي برضو اللي هو موجود في الأسبرين الأسبرين وجود المادة دي خطير جدا لأنه هو بيعمل حاجة اسمها كيراتوليتك إفكت بيساعد على نفازية المواد دي لأكثر عمقا عشان تخش في المفصل كل الزيوت والحاجات الجميلة دي كلها موجودة في منتجنا تيمولي كريم ودي حاجة جميلة جدا وإحنا معنا تصريح من وزارة الصحة والمنتج حقق انتشار حلو جدا الفترة الأخيرة وإحنا بننصح به طبعا كل الكبار السن وحتى الشباب اللي بيعانوا من التهاب المفاصل وخشونة الرجبة ويعني يا دكتور تقدر أن أنت تنصح به طبعا كل الأعمار كل الأعمار إحنا بنأكد تاني على الكلام مفيش أي ريستريكشن بس أنا عايز يتوصف من طبيب علشان بيبقى فيه إضافات تانية أدوية أو علاج طبيعي أو أي إن كان عشان تبقى خطة علاجية يستفد منها ونبقى إحنا بنتكلم على أساس إنما هو كتركيبة من مواد طبيعية آمنة فعالة بتشتغل مع بعضها كويس جدا بفضل الله سبحانه وتعالى تركيبة مميزة بفضل الله سبحانه وتعالى تمام طب يا دكتور إحنا ممكن نستخدم المنتج ده كم مرة في اليوم؟ هو في المعتاد بنقول كل 8 ساعات أو يعني الأحسن يكون صبح ولا بالليل برضو ده بيبقى على مدار اليوم إحنا بنستخدمه على مدار اليوم وغالبا بيبقى كل 6 ساعات 4 مرات بس حتى لو حد يعني عنده ظروف أو شغل أو كده للتسهيل بنقول مرتين بس كلما يكون قربنا من كل 6 ساعات 4 مرات في اليوم كلما يكون أفضل وممكن كل 4 ساعات كمان يعني ده مع خطوط العلاج التانية بالريد ده أو بالمعدل ده مع الالتزام بقى بحاجات تانية كتير وتمرين وعليك طبيعي وكده ممكن إن شاء الله بإذن الله تعالى أن أثر الكورس بتاع العلاج طب مثلا ممكن حضرتك تجزأ لنا لو مثلا الكتف فبيشتغل إزدائي على الكتف لا لو أنت هتمسكي أجزاء الجسم يعني أجزاء الجسم ده بيتكون يعني لو إحنا زي ما قلت حضرتك الكتف بها كتف بيتكون من إيه؟ من مفصل الكتف بتكون من عضلات بتكون من أربطة بتكون من أعصاب بتكون يعني تشريحيا هتلاقي الجزء ده بتكون برضو أجزاء الرجبة نفسك عضلات ومفصل الرجبة وهكذا فهو بيروح يشتغل على الجزء اللي فيه التهاب لأنه بينفذ من الجلد وبيخش في الأنسجة الداخلية لغاية لأنه فيه مادة جلوكوزامين جلوكوزامين دي المادة اللي بتكون الغضروف يعني هو بيخش بيخترق حضرتك ملتلناش عليها برضو هو بقى أنا كنت عايز حضرت تفكريني بالحاجات اللي هي أنا مخليها لأنه فعلا هو تركيبة فريدة فهو بيتكون من مواد كتير مش بس اللي قلنا عليه كمان المادة اللي بتكون الغضروف فهو ممكن على المادة البعيد أو بنظام معين وبتكرار معين وبتوصيلية طبية معينة يبقى سبب في إن يحسن من تآكل الغضروف التآكل الغضروف ده اللي بيقى درجة متأخرة من التهاب الغضروف الأول بيبقى فيه التهاب بسيط سطحي وبعد كده لما الالتهاب بيبقى مزمن كتير بيحصل تآكل في الغضروف خصوصا ده بيبقى في المرض اللي هو الخشونة اللي هو بينتج من حركة خطأ أو مع العمر اللي هو مع شغل المفصل لفترة طويل مع الاحتكاك طيب ده بالنسبة للكتف قولنا عموما أي جزء يعني أنت لو خدت الكتف إحنا الأول بنكشف وبنعمل فحوصات بالأعراض وبالعلامات وبشكوة المريض وبنعمل الأشعات والفحوصات اللازمة بنحدد الجزء ده فيه مرض إيه وفي آنهي مفصل أو في آنهي عضلة أو في آنهي وطر أو في آنهي وطفر العامل المشترك الأعظم في معظم الأمراض هو الالتهاب الالتهاب هو ده بيبقى اللي هو عامل مشترك حالة وسطية بتحصل في معظم الأمراض فبالتالي أنت لما تيجي تعالجي فعلى عشان كده قلت لحضرتك أنهنا بنعالج الالتهاب كحاجة بالتغيرات بتحصل مرضية في قلب الأنسجة في المشكلة في الخشونة أو في الالتهاب المصر أيوة لأنه هو مش مسكن إحنا بنعالج إحنا بنشتغل المنتج يعني إحنا برضو بنقول لجمهورنا أن دوت منتج يعني هو مش مسكن خط من خطوط العلاج هو علاجي طبعا من الدرجة الأولى وأنه هو مسرح من وزارة السحة برضو بنأكد وأنه هو خالي من أي مواد كيميائية وكل مواد طبعية والدكتور معينا بيقول لنا كل المواد طبعية فأنا عايز تقالك بأس أنا عايز تفضلي فانا طب بالنسبة لو طفل صغير اتخبط ناصلا وعنده رجله بتوجعه وحط الكريم عليه آمن ولا آمن آمن يعني نفس الاستخدام بتاع الكبير نفس الاستخدام الطفل أنت تقصدي فيه اختلاف في طريقة الاستخدام أو في وصفته لا هو يعني معلش لوحنا تكلمنا طبيا إحنا أي حاجة برضو أنا هأكد كلامي تاني حصلت إصابة لازم تتفحص وتتعامل لأن أنا مش عارف أبعادها إيه أحدد الأول المشكلة إيه جزع شرخ كدمة وتفر أي أن كان فأي عمر بعد ما اتطمن من جزئيتها إيه الأول في أول 48 ساعة المفروض إن أنا لو الأمور مش محتاجة تدخلات أعمق إن أنا أستخدم كمدات التلج التلج في قلب فوطة ألفه بفوطة عشان محرقش الجلد لأن التلج ممكن يحرق الجلد بامن في أول 48 ساعة الأحسن حاجة للإصابات والكدمات والكلام ده أنا أتكلم في جزئية الإصابات مش في الالتهاب الخشونة أو أمراض التهابية زي الروماتويد أو حاجة تانية أنا أتكلم عن الإصابة التلج في أول 48 ساعة ملفوف فوطة وبعد كده نستخدم الكريم مع خطوط علاجية أخرى تمام أستأذن بس حضرتك يا دكتور معنا مكالمة تلفونية من البحيرة أيوة السلام عليكم عليكم السلام فضل أنا طبعا بشكر حضرتك وبشكر دكتور ياسر وبشكر شركة الشفاء أخدت منهم مرهم تيمولي بتاع العظام ده كنت شفتهم على الشاشة وطلبت المنتج الجي صراحة يعني الناس شركة محترمة ما متأخروش علي في خلال 24 ساعة كان المنتج عندي في دمانهو والمنتج نشكورك جاب نتيجة معايا كويسة جدا أنا بشكركم جدا بس في حاجة عايزة أسألها لك تتوق فضل المنتج بحط منه مرتين في اليوم يا دكتور مرة صباح ومرة بالليل بيقى زي الفل معايا أنا بقول أقل المنتج بحطه مثلا مرة واحدة على أساس الكرس يكفي معايا الأكتر من الشهر اللي هو الفترة العلاجية بس ما بيجبش معايا النتيجة المطلوبة بحس التعب برضو بالليل ده دكتور هل أنا في التقليل ده أنا برضو عندي نوع من الجلد عندي بيتأشف من قطر المراهب فهل أنا لما أزود المنتج ده ما فيش في مشكلة عليها طيب أرد عليه طيب ده رقم واحد رقم اتنين المنتج تمام معايا خلاص لما بحط منه بيستغل معايا بالتلاث ساعات ما فيش أي ألم بفضل الله أنا عندي فروبتي ألم رومتزمية طيب الحمد لله طيب الحمد لله وتلعب رياضة أو بحاجة زي كده لا دكتور بس شغلانتي فيها وقصة كتير طيب يا حبيبي خلاص أنا هرد عليك حاضر حاضر إحنا والله يعني هنرد على كل أسئلتك حيلا وقالف سلامة على حضرتك ألف سلامة عليك هو طبعا هو قال كذا نقطة هو بيقول إنه هو لما بيقلل المعدل طبعا التأثير هيقل أو يعني هنطول فترة عليك زي ما قلنا فهو زي ما قلت لحضرتك على الأقل حاجة مرتين للسهولة إنما هو المفروض نوصل لغاية أربع مرات أو ست مرات في اليوم كل أربع ساعات بس على مرات منتظمة يعني مش يبقى مرة بعدها بساعة أو مرة بعدها بثمان ساعات لا يعني على مدار اليوم وحتة إنه هو بيقول إنه بيخاف يحصل له بيقول إنه جلده بيلتهب أو كده لا لا خالص بالعكس هو ما بيقولش مش نوع من الحساسية هو بيقول إنه حطه كذا مرة وزي الفل يبقى هو بالعكس ده هو المرهم هيعالج لو عنده حاجة زي كده بيقول هو بيقشف أو حاجة زي كده يعني التعبير الدارج بالعكس ده هيبقى علاج لي ده هو هيلطف الجلد وهيطر الجلد لأن المواد دي بتعمل التأثير مش بس على المفصل لو حتى فيه التهاب في الجلد فبالعكس يفيده وهو مش كبير في السن مش خشونة يعني هو 30 سنة فممكن يكون عامل حركة حصل منها الالتهاب فمع الوقت إن شاء الله ومع لو فيه علاج طبيعي موصف لأو حاجة بشكل يعني ناخد خطة علاجية برضو هي بس مسألة وقتية طبعا ومع الوقت وهو قال إن المنتج تمام جدا معاه إحنا بس بنقول لك إن انت لازم تستمر على المنتج منتج تيمولي كريم معانا كان نكمل الكورس آه طبعا لازم تكمل الكورس وهو منتج طبيعي جدا وآمن بدون أي مواد كيميائية بنشكر الدكتور كان معينا النهاردة دكتور دكتور ياسر شرفتنا ونورتنا يا دكتور شرف لي يا فعلا ونشوفكم إن شاء الله في حلقات تانية أشكركم